أهلا بكم سنة ربعة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هندرس إن شاء الله مع بعض الدرس الرابع من المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس الفصل الدرس الأول على قناة العلم والمعرفة نشاط رقم 9 طريقة الحيوانات في استخدام أنظمة التواصل نفهم من كده إيه؟ إن هناك بعض الحيوانات بتستخدم نظام للتواصل فيما بينها قديما الإنسان استخدم بعض الرموز المكتوبة لكي يتواصل لكن أصبح الآن أو أصبح اليوم التواصل من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة زي إيه؟ زي مثلا المكالمات الهاتفية ممكن أنا أتكلم في التليفون مع أي حد في أي مكان في العالم كمان من السهل جدا أن أنا أستخدم رسائل نصية عايز أبعد رسالة نصية برضو على التليفون في أي مكان في العالم وتوصل في نفس إيه؟ في نفس اللحظة كمان ممكن نستخدم البريد الإلكتروني ممكن أرسل رسالة عن طريق البريد الإلكتروني في أي مكان في العالم لكن بنلاحظ أن الحيوانات لا تستطيع استخدام أنظمة التواصل التكنولوجية اللي إحنا بنستعملها لكن لها أنظمة التواصل خاصة بها بتستخدم إيه في التواصل؟ الحواس لإرسال واستقبال المعلومات التواصل بين النمل بعيش حبيبي النمل ده في مستعمرات المستعمرة الوحيدة بس فيها آلاف الأفراد من النمل وبيتبع النمل داخل المستعمرة الوحيدة أنظمة بيقسموا بيها العمل بين النمل وبعضيه يعني النملة دي مثلا بتشتغل عاملة زي عاملات النمل مثلا وفي نمل كشاف وفي جنود النمل طيب بيتواصل النمل فيما بينهم إزاي؟ يعني مثلا النملة دي عايزة تتكلم مع نملة تانية تتكلم إزاي؟ بيستخدم حاسة الشم بيستخدم حاسة إيه؟ الشم فيما بينهم يعني النملة دي بتترك رائحة في الطريق تمام؟ فالنملة التانية بتشم الرائحة وبالتالي تعمل إيه؟ تمشي على نفس الطريق اللي كانت ماشي عليها النملة الأولى طيب إزاي بيستخدم النملة حاسة الشم في التواصل؟ بيتواصل النملة مع أكرانه مع أصدقائه مع أصحابه عن طريق إطلاق الروائح زي ما قلنا يعني النملة بتعمل إيه؟ بتطلق رائحة طيب إزاي؟ في حاجة اسمها عاملات النملة دي وهي ماشية في الطريق بترسل رائحة قوية وبتنبه بيها زمايلها النملة إن فيه نقص غذاء يعني الغذاء ما له غذاء قليل في المستعمرة إحنا عايزين نجيب غذاء تاني كمان فيه النملة اسمه النملة إيه؟ يبقى النملة الكشاف دو بيعمل إيه؟ بيرسل رسائل باستخدام الرائحة أيضا ليه؟ بيرشد عن مكان الطعام يعني بيقولهم مكان الطعام في المكان دو فيه كمان جنود النمل جنود النمل بيعملوا إيه؟ بيرسلوا رسائل باستخدام الرائحة في حالة وجود خطر قريب يعني لو فيه خطر قريب من المستعمرة الجنود برضو بيعملوا إيه؟ بيستخداموا رائحة وبيرسلوا رسالة من خلال هذه الرائحة وبيحذروا باقي النمل إن فيه خطر قريب من المستعمرة والكل يدخل إلى المستعمرة مرة أخرى يبقى إذن أنا عرفت حاجة أن التواصل بين النمل عن طريق حاسة الشم بإطلاق الروائح هندرس مثال تاني بين التواصل بين الكائنات الحية اللي هي التواصل بين الحيتان الحدباء بتغني الحيتان الحدباء تحت الماء ليه عشان تتواصل مع بعضيهم يعني بيغنوا عشان يعملوا إيه يعرفوا هم محتاجين إيه وهم عايزين إيه وأغاني الحيتان دي مجموعة كبيرة من النغمات يعني مش نغمة واحدة بس لا دي أكتر من نغمة ودي بتشبه المقطوعة الموسيقية يعني من طول ما هو ماشي بيعمل إيه بيغني لو محتاج أكل بيغني لو محتاج تقاصر بيغني لو محتاج أن هو يرعى أولاده بيعمل إيه بيغني يمكن التمييز بين الأصوات الأصوات عن طريق درجة الصوت إزاي يا أستاذ أميز بين درجة الصوت يعني لما يكون درجة الصوت مرتفعة بيكون الصوت حادا يبقى إذن تاني لما يكون درجة الصوت مرتفعة يكون الصوت إيه حادا طب عندما تكون درجة الصوت منخفضة بيكون الصوت إيه غليزا أقول تاني يبقى درجة الصوت لما تكون مرتفعة عالية يعني الصوت بيكون حاد ولما يكون درجة الصوت منخفضة يبقى إذن الصوت بيكون غليزا طب إيه هي درجة الصوت؟ أقوله دي خاصية تعبر عن مدى حدة أو غلزة الصوت يعني خاصية بتعبر عن حدة أو غلزة الصوت يعني لو الصوت حاد أو الصوت غليز كيف تستخدم الحيتان الحدباء الأغاني في التواصل؟ إحنا قلنا إن الحيتان بتستخدم مجموعات كبيرة من النغامات وبتغني الحيتان في فصل الشتاء ويعتبر فصل الشتاء ده موسم التزاوج عشان يعملوا إيه؟ عشان يتكاثروا وتغنى أيضا في فصل الصيف وده يعتبر فصل الصيف ده موسم التغزية يبقى إذن في الشتاء تغني للتزاوج وفي فصل الصيف تغني للتغزية وإحنا قلنا برضو إن غاني الحيتان الحدباء بتختلف باختلاف الموسم يعني موسم التزاوج غير موسم إيه؟ التغزية الأصوات نفسها والنغامات نفسها بتوبة مختلفة ممكن تكون أصوات مرتفعة الدرجة يعني حادة أو منخفضة الدرجة يعني غليزية إذن أنا فهمت إيه؟ فهمت إن حيتان الحدباء بتغني في فصل الشتاء ليه؟ للتزاوج وفي فصل الصيف ليه؟ للتغزية وإحنا عرفنا برضو إن بتختلف أغاني الحيتان الحدباء باختلاف إيه؟ الموسم نشاط رقم 10 التكنولوجيا المستوحية من الطبيعة يعني الإنسان اخترع تكنولوجيا وده خدها منين من الطبيعة إزاي أستاذ؟ إحنا بنقول إن الإنسان استفاد من فهمه لطرق التواصل المختلفة عند الحيوانات يعني الحيوانات بتتواصل مع بعضيها بطرق مختلفة زي مين؟ زي الخفاش بيتواصل عن طريق صدى الصوت زي النمل بيتواصل عن طريق إطلاق الروائح زي الحيتان الحدباء بتتواصل عن طريق الغناء الإنسان استفاد من فهمه لطرق التواصل المختلفة للحيوانات دي وعمل بيها حاجات عشان تساعده في حياته وإحنا درسنا إزاي بيستخدم الخفاش صدى الصوت في معرفة مكان الفريسة يبا أول حاجة الخفاش بيصدر إيه؟ يصدر أصواتا لها درجة إيه عالية تاني حاجة الصوت بيصطدم بشيء ما الفريسة مثلا أو أي حاجة قدامه أو نخلة مثلا بالقرب من الخفاش ويرتد إلى الخفاش مرة أخرى في شكل صدى صوت الخفاش بيعمل إيه؟ بيسمع الصوت اللي هو المرتد اللي هو صدى الصوت وبالتالي بيحدد الخفاش وجود العائق بالقرب منه ويعرف كم يبعد عنه وكمان ممكن كمان يعمل إيه أصطاد فريسة لو قدامه فريسة وطبعا فيه فيديو هسيب لك الفيديو دوت في الرابط عن تحديد الموقع بالصدى عند الخفاش والدلفين عكاز مستوحى من الخفاش العلماء اخترعوا عكاز ده بيساعد المكفوفين على تعرف البيئة المحيطة بهم ودي طبعا اخترعوها بناء على طريق التكيف الخفاش باستخدامه صدى الصوت رقم واحد العكاز اللي بيستخدموا الشخص المكفوف بيصدر صوتا لدرجة عالية زي ما بتعمل الخفاش بالضبط احنا مش بنسمع صوت الخفاش ولكن الخفاش بيصدر صوتا عاليا هو اللي بيسمعه بيصطدم الصوت بشيء ما بالقرب من الشخص يعني لو قدامه حجر زي ما احنا شايفين في الصورة ايه اللي بيحصل بنلاحظ ان يرتد هذا الصوت الى مين الى العكاز وبيستقبل العكاز الصوت المرتد اللي هو صدى الصوت وبيحولوا الى اهتزازات يعني المكفوف دوت او الشاب اللي هو مسك العكاز دوت ده طبعا حاطت صابعو الابهام على ايه على العصى فبالتالي ايه اللي بيحصل بيحصل اهتزازات مجرد من يبقى قدامه حجر او مانع او عائق بيبقى ايه بيحصل اهتزاز في صابع الابهام فتغبر الاهتزازات الشخص المكفوف باتجاه العائق ومدى قرب الاجسام المحيطة ايه المحيطة به سؤال مهم جدا ايه الاختلاف الرئيسي في تحديد الموقع بالصدى في العكاز وعند الخفاش احنا عارفين ان العكاز بيصدر ايه صوت والخفاش بيصدر ايضا صوت والاتنين بيحددوا الموقع بايه بالصدى الاختلاف ايه ان بيحول العكاز الصوت المرتد اللي هو صدى الصوت الى اهتزازات لكن الخفاش ما بيحولش صدى الصوت الى اهتزاز لأ ده بيسمع صدى الصوت بايه بازنين بكده حبيب قلبي ننتهي من شرح الدرس الرابع من المفهوم السيني كيف تعمل الحوايث بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكسلكم كل جديد وإلى اللقاء